سلطة التشريعية سلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله ورعاه الذي لطالما أكد على ضرورة تجسيد هذا التعاون بكل أشكاله وصوره على أرض الواقع ليكون المواطن البحريني دائما هو المستفيد الأول من ثمرة هذا التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالنسبة لعمل الحكومة مع السلطة التشريعية مجلسيها الشورى والنواب عمل دؤوب وعمل مؤسسي وعمل دستوري يحكم الدستور واللوائح الحكومة تبدي دائما تعاونه مع المجلسين من خلال إجابة على الرغبات أو أسئلة أو خلافة من أدوات الرقابية أو لأدوات تشريعية مشاريع القوانين والمراسيم وخلافة دائما يكون حضور الحكومة موجود دائما يكون الرد في الوقت الدستوري والقانوني المحدد لا بد من الحديث هنا عن أن الفترة الماضية لدور المجلسين أكد التوجه المتقدم للمقام السامي لجلالة الملك في مشروعه الأصلاحي المجلسين حقق نقطة مهمة ورئيسية أن مشاركة المواطنين في البناء الوطني مؤكدة والمجلسين الآن يساهمان سواء في التشريع أو الرقابة أو حتى الاقتراحات بتقدم البحرين واستغرارها والحقيقة هذه تثبت بأن نظرة جلالة الملك متقدمة وأنه فتح آفاق واسعة للمواطنين اللي يعبروا عن أدوارهم وطموحاتهم وتطلعاتهم في تقدم البحرين وازدهارها إن شاء الله التناغم والتوافق على ثوابت العمل الوطني المشترك هو الركيزة التي سار على نهجها التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال البحث والتشاور والاطلاع المستمر بكل شفافية على المشروعات والتوجهات التي لطالما أثبت التشارك المجتمعي فيها نجاح هذا النهج الوطني وأهميته في إيجاد البيئة المناسبة للعمل والتطوير بهدف تحقيق تطلعات البحرين استنادا إلى برنامج عمل الحكومة الموقرة والبنية التشريعية المتينة التي تفخر بها مملكة البحرين طبعا هذا المشروع الكبير الذي أطلق جلالة الملك حفظه الله مشروع كبير يتعلق بفتح الحريات لكثير من الناس لا شك أن هناك تعاون كبير ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد يترى لكثير من الناس أن هناك شد وجذ ما بين السلطتين وهذا معمول به في كل البرلمانات نتمنى المزيد من التعاون من أجل الصالح العام أمانة نشهد تعاون متكامل ما بين السلطتين خصوصا نحن كنواب في جلسات ثنائية كبيرة ما بين وما بين ممثلين الحكومة يمكن في أحيان كثيرة لا نستخدم أدواتنا الرقابية التي متاحة لنا لأنه بالأمكان الوصول بكل سهولة إلى ممثلين الحكومة والحصول منهم على الجواب الشافي لكثير من الأمور ونتعاون في حل المشاكل إن كانت موجودة فهذا ما يدل على وجود الشفافية التامة ما بين السلطتين ثمارة التعاون البناء بين السلطتين تقطف ثمارها البحرين إنجازات ومكتسبات تتعاظم وتكبر يوما تلو الآخر مثبتة للعالم أجمع ماذا يصنع التعاون والتفاهم البناء بين السلطات في ظل رؤية وطنية شاملة لا تحيد عن مسار التنمية المتسارعة والشاملة لمختلف قطاعات المملكة مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مبدأ أثبت أهميته في صياغة بنية تشريعية رصينة تحققت من خلالها العديد من الإنجازات بتوجيهات سامية من سيد حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لتكون البحرين دائما بلد الأمان والازدهار والتقدم في مختلف المجالات يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين